موسيقى وهل سيعود إلى المنافسة على رئاسة الحكومة وإذا عاد كيف ستكون الصورة عندها حول هذه المواضيع وغيرها نتحدث مع ضيف في الستوديو السيد صالح طريف الوزير السابق من حزب العمل السيد صالح طريف عمليا حزب العمل في تراجع كبير في الاستطلاعات هذا الأسبوع جرى الحديث عن تراجع عن أكثر من عشرة مقاعد هذا صحيح تكلمت عن بعض الأشياء التي أدت إلى هذا الوضع وأولا يجب أن نذكر بأن جابي جاء ليترائع حزب العمل يعني بعد فشل هيرتسو كرئيس المعارضة لم تكن معارضة وعمليا وجود جابي كرئيس الحزب وعدم وجوده كعضو برلمان فهو ليس رئيس المعارضة وهذا أدى أولا بأن لبيد الذي زاد من ظهوره داخل البرلمان بأن يحصل على الكثير من سميها اللايكات من الشارع الإسرائيلي نتيجة لمعارضة في أمور يعني تهم اليسار الإسرائيلي مثل مواضيع السبت والمواضيع الدينية التي يفرض فيها المتدينين خاصة الحاردين على الشارع الإسرائيلي بعدة أشياء ومضيع أخرى وعلى هذا الأساس فهذا التقاه قرجاء من هذا الموضوع أولا كونه عدم لا يستطيع أن يتكلم في البرلمان ورئيس المعارضة له حسب القانون وحسب الأصول إمكانية للظهور متى يشاء وهناك يعني معطيات وأشياء قانونية تمكنوا بالظهور بشكل صحيح داخل البرلمان وخارجه الشيء الذي كذلك يعني حصل بأنه تصريحات جابي يعني أنا شخصيا لم أتقبل والكثير غيري تصريحات جابي في موضوع الاستيطام ويقول لماذا يجب أن نسحب الاستيطام حتى إذا كان هناك سلام تصريحات كهذه تصريح حول القدس مثلا حتى من أجل السلام يجب أن لا نتنازل عن القدس كعاصمة موحدة وإلى آخره كل هذه الأمور جاءت بجابي إلى موقع هو موقع في اليمين الإسرائيلي ولكن سيد صالح هل داخل حزب العمل الموضوع الكدس هو موضوع الحارق حتى داخل حزب العمل هل هناك نقاش حول مستقبل الكدس أم أن هناك إجماع داخل الحزب بأن الكدس ستبقى عاصمة الإسرائيل في حزب العمل لم يكن إجماع ولا مرة حلاً يرضي الأطراف اليوم يعني أصبح خيالياً حتى في مواضيع القدس حل بموضوع القدس جريء جداً لكن في قضية البلد الأكديمي وهذا ما تفجرت على المفاوضات كان يريد برك أن تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية كان هناك أنا أعلم ما كانت التفاصيل واليوم كل شيء ينشر والتفاصيل كانت على أنه للفلسطينيين كانت يمكن أن تكون عاصمة بأقسام من القدس الشرقية أقسام ولما أقول اتفاق ولكن كان هذا الطرح يمكن أن تتفاوض عليه يعني هذا اليوم يختلف بشكل عام عن أن القدس هي عاصمة واحدة يمكن تتكلم عنها هذا بضع يختلف ولكن سنعود نعود أولاً لنقول بأن جابي قد فشل وهو يعلم ذلك واجتمعت به قبل يومين فقط في تل أبيب وهو يعلم بأنه خسر أصوات داخل حزب داخل المقطع السياسي والقطاع السياسي من المركز إلى اليسار ولم يحصل على شيء من يمين أعتقد بأن الكثار من المصوتي حسب العمل أرادوا التغيير بأنه جاءوا بشخص قيادي جاء من القسم الاقتصادي ويهودي شرقي كي ينافس نتنياهو كي يحصل على أصوات لم يستطيع الآخرين يحصلوا عليها وأنت تعلم بأن حزب العمل هو حزب من العليد تل أشكنزيت ولكن هو يعني آفي قباي جاء من اليمين وواضح أنه كان ينتمي إلى الليكود وعملياً هو أراد أن ينافس الليكود أو ينافس بن يمين نتنياهو من هذا الموقع من هذا الجانب أراد أن يكون لكود بالي ذلك صرح أو يعني أولاً تصرح ضد العرب يا إير لبيد يجب أنه ذكرك بأن أبوه كان يمين اليمين ويا إير لبيد لم يكن ولا مرة من اليسار ولكن ما يفعل إير لبيد هو الآن من اليمين أصبح ما يعمل ما يصنع إير لبيد بأنه عندما جاء موضوع سياسي لا يتكلم هل سمعت مرة إله رأي في موضوع سياسي مطروح حول نزاع الإسرائيل الفلسطيني لم تسمع إله أي رأي صحيح ولكن السؤال سيد صالح زر الحديث عن حوالي 8000 منتسب إلى حزب العمل زر سحب العضوية أو انسحبوا من عضوية حزب العمل خلال الشهر الأخير أو الشهرين الأخيرين واضح أنك أيضاً داخل الحزب ومن كلامك أيضاً هناك في نقاش مع آفي قبايا السؤال هو ماذا بعد يعني كيف من الممكن التعامل مع آفي قبايا وهل يمكن تغيير آفي قبايا أولاً بدي أذكر كل شيء ممكن في السياسي أولاً كل شيء ممكن أنا أتذكر عندما فاز فؤاد بن العزر بن يمين بن العزر فؤاد وعندما طلعت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات ظهر بأنه لا يمكن أن يحصل على إمكانية وقوة فقاموا بإجراء انتخابات تمهدية قبل الانتخابات العامة ونجح من متسنع لكان رئيس بردية حيفا أوكي كل شيء ممكن إذا لم يستطع إجابي وهناك نحن نتكلم الآن سنتين قبل الانتخابات ما يظهر الآن بأن نتنياهو عندما يجي بميزانية ٢٠١١١ كي لا تكون له أي عقبة بأن يستمر حتى الانتخابات القادمة تعرف إقرار الميزانية وعدم إقراره هو يهدد إمكانية موجود لإتلافه وعدمه أو يبقاء الحكومة ولهذا أنا حسب رأي الانتخابات لن تكون لا هذه السنة ٢٠١١٨ إلا في أواخر ١١١١١ في موعدها المحدد في حال تقديم لأحد اتهام ضد نتنياهو في حال تقديمها ويشل الحديث أنه خلال شهرين أو ثلاثة يعني إذا سألتني هل ستقدم لأحد اتهام بهذه السرعة ضد نتنياهو وجوابه قطعا لا ممكن توصيات الشرطة توصيات الشرطة إذا كان هناك في أمل وحيد كان هو مشيك أحلون وحزبه بأن يقول لن نبقى في الحكومة إذا كانت توصيات بلائحة اتهام ضد نتنياهو ولكن أعلم بصراحة قبل أسبوع بأنه في هذه الحالة سيبقى في الحكومة ولا اتلاف وأنه سينتظر قرار مستشار القضاء للحكومة يعني يجب أن نعلم بأن القضاء في إسرائيل يأخذ وقت والمستشار القضاء وهو صاحب القرار قد عين من قبل نتنياهو صحيح أن كذلك قائد الشرطة عين من قبل نتنياهو لكن الشرطة أخذت مجراها بدون أي تلون ولكن أنا أرى صعوبة جدا في أي قرار لمستشار القضاء بشأن نتنياهو في المواضيع المطروحة إذا أخذنا موضوع الهدايا والسيجار والشامبين وإلى آخره فهذا المواضيع لن يسقط نتنياهو بسببها وأنا شفت بأنه أبعدوا عن موضوع الغواصات منذ البداية وأبعد حتى من موضوع آخر لم يحقق معه هو كان بإلحاح وزير الاتصال ولم يعطي أي آخر من حزبه أن يكون وزير مكانه إلا بعد قرار محكمة العدل العليا وهناك تحقيقات صعبة جدا وعميقة جدا في هذا المجال ضد المدير العام الذي كان معاه ولم يحقق مع نتنياهو حتى الآن يعني أنا أرى بالموضوع حتى ما رشحة ما رشحة من هذه التحقيقات التحقيقات يعني التحقيقات التي ملف كمال مالك يدعون تحرنون أنه حتى المسؤال قضاء الحكومة غير معني بالدخول بتفاصيل أكبر في هذا الموضوع ولم سيفتح كل المجال أمام علاقة رجال السياسة مع وسائل علاقة ماذا يقول إلك هذا الموضوع سيتم غلاق الملف يعني أنا حسب رأي نتنياهو سيعبر إلا إذا حصل تطور ما أنت تعيش في دولة تطور فيها كل يوم يمكن أن يحصل إلا إذا حصل التطور وكان هناك إثبات قاطع لا يمكن المستشار القضايا أو من يكون بأن يتجاهلوا ولكن في هذا الظرف نتنياهو قائم موجود وهو قوي وهو اليوم السياسي الأكثر خبرة في الساحة الإسرائيلية طب أنت قلت أنك قبل يومين اجتمعت ولا ما أقول دعنا نلخص هذا الموضوع إذا تكلمنا عن انتخابات بعد سنتين فالمجال واسف وكل شيء يجوز أن يتغير ولكن أنت قلت أنه اجتمعت مع رئيس حسب عامل جديد آفيا قباي قبل يومين أمام هذه التطورات أمام هذا التحليل الذي تقول أنه حتى من يمين تنياهو سيبقى في رئاسة الحكومة يعني كمان سنتين والانتخابات لن تجري إلا في موعدها إذن يعني ماذا يقول آفيا قباي حسب الوضعية الحالية للحزب العمل برئاسته شوف تاريخيا حزب العمل لم يستطيع أن يفوز أو أن يتغلب على اليمين الإسرائيلي إلا إذا كان قائده جنرال هكذا حدث مع رابين حتى بعد جولدمير قبل المهباخ التغيير اللي كان سنة سبعة وسبعين وهكذا حصل مع براك إهد براك وإذا تركت هذول كانت حكومات حدى وطنية وتناوب وإلى آخره عمليا هذا ما حصل وأنا حسب رأيي وخبرة السياسية لحتى الآن لا جابي ولا أي شخص ممكن من أراد من القيادة الأشكنازية لحزب العمل أن مرة أخرى يمتحن موضوع القائد الشرقي لحزب أشكنازي هل يمكن أن يربح فهو يعني يصير إحباط عنده بسرعة صعب جدا صعب جدا تغيير موازين السياسية جابي يقول الآن بأنه حسب استطلاعات الرؤية الموجودة في إيده بأنه إذا جاء ببني جانس الذي كان القائد العام للشيش رئيس هتلار كان سابق نعم فإن الوضع سيكون بأن حزب العمل سيصل حتى سبعة وشرين إلى ثمانة وعشرين يعني من سبعة وشرين إلى ثمانة وعشرين كورسي في البرلمان الاستطلاعات الآن تقول وهذا معنات غير جدلي في حال اتفق مع رئيسة الأركان السابق جانس سيكون حزب العمل حاليا حسب الاستطلاعات هو سبعة وشرين ثمانة وشرين مقعد نعم ولو سألتني وهذا صحيح رجل واحد بغير عشر مقعد أبدا هذا ما حصل انظر ما حصل مع تسيب بيليفني مع بوجي هيرتسوغ كانت كمان هناك استطلاعات رائع متدينة ولكن 14 قبل الانتخابات وصلوا الى اتفاق وصلوا الى خمس وعشرين هل ممكن أن يأتي غانس إلى حزب العمل برئاسة قبل إذا سألتني عن غانس غانس موقعه السياسي أو توجهه السياسي هو حزب العمل أصله وأساسه وأغلب العسكريين انظر ما يحصل في إسرائيل أغلب العسكريين والقادة الأمنيين إن كان من الشباك إن كان من الموساد حتى وقادة الجيش يتجهوا بعدا إلى العمل وإلى المركز يسارا وليس إلى اليمين أغلبهم حتى إن بوغي يعلون الذي كان مع الليكود يرجع الآن ويقول بأنه يعني ما يقال الآن بأنه سيكون مع لبيد وليس مع حزب يميني آخر على هذا الأساس أرى بأن هذا الأمر واقع ونحن نتكلم يعني بوقت كبير قبل الانتخابات وإذا أرادوا أن ينجحوا فهذا سيحصل يعني سيكون هناك حركة أو سيكون هناك أي اتلاف سيؤدي إلى التغيير وإلا أن يستطيعوا أن ينجحوا بحسب تقدراتك أفغاباي سيبكى في رئاسة حزب العمل أم ستجري ومعروف عن حزب العمل في لحظات معينة ينقلب على رئيس وحتى لو كان في حينه كان شمعون بيرس وفي حينه كان حتى أهد براك في حينه أنا أريد أن أقول ليش عن أفغاباي أفغاباي جاء حزب العمل خلال ثلاثة شهر استطاع أن يحتل المكان الأول وهذا ليس سهلا وهو إنسان ذكي جدا وأنا قدرته بأنه استقال من الحكومة كان وزير في الحكومة لم يكن عضو برلمان واستقال نتيجة لدخول لبيرمان وإلى آخره يعني بدايته كانت بداية جدا سليمة وهو يتمتع بذكاء خارق وإنسان يعني له موقعه له موقعه السؤال هي أنه هل يستطيع أن يسبح في هذه الدوامة الصعبة ليس فقط داخل حزب العمل بل في الحركة السياسية الإسرائيلية هل يستطيع أن يجيء بناخبين من اليمين الإسرائيلي أن يقلب هؤلاء المتين ألف ناخب بحاجة إلون ليغيروا الحلبة السياسية من اليمين إلى المركز يسار من أربع إلى خمس مقاعد هاي كل السؤال هذا السؤال المطروح إذا استطاع فإنه يعني هذا الوضع قائم لكن الانتخابات في إسرائيل وأنت تعرف هي ليست في أواخر أربعة خمسة أشهر في أواخر أربعة خمسة أشهر يعني عمليا يجري حسم أو دعني أقول اتجاه الحسم في الانتخابات ولكن الانتخابات تجري قبل سنة أو سنة هو نصف من الآن عمليا هناك تأفف داخل حزب العمل من آفكاباي هل هذا التأفف سيؤدي إلى في نهاية الأمر إنكلاب على آفكاباي حسب تقديراته حسب تقرياء تقديري الآن لا ولكن حسب رأيي سينتظروا حتى يعني مطلع آخر هذه السنة يعني من النصف الثاني لسنة 2018 ليروا يعني ما سيقوم يعني شو نتائج البديد يجيب فيها جاب يقوم بحملة واسعة في البلاد من محاضرات ولقاءات السؤال إلى أين سيصل هل تتحسن يعني استطلاعات رأي هل سيقوم بأشياء قد تغير النظرة إليه كل هذه الأشياء هي التي ستقرر مكانته وليس فقط إنما تقرر المستقبل القريب بالنسبة لتغير سياسي ممكن في إسرائيل يعني نتنياهو سيصاب حتى إذا لم يستقيل أو لم يقال ولكنه ستكون به إصابة ليست سهلة بالنسبة لتوصيات الشرقاء حسب من سيكون أمامه صحيح؟ طبعا السؤال من سيكون أمامه حسب رأيي الآن في الوضع الحالي لا أحد يستطيع منافسة نتنياهو حسب رأيي ولكن يجري الحديث مثلا عنه ولكن إذا لم تكن عن أهد باراك يجري الحديث عن أهد باراك وكأنه إهد باراك و وهكذا تصرف ولكن كان أستطيع أن أقول أن إهد باراك من جلسات الكثير معاه في الفترة الأخيرة إهد باراك يتطلع إلى تغيير الحكم والقضية أن إهد باراك قابل بأن يقوم بأي شيء وأن يكون ليس حتى فقط نمبر ون الأول لكي يحصل هذا التغيير هو يرى ذلك مهم لمستقبل إسرائيل ومهم هل هو يقول أنه على استعداد بعد أن كان رئيسا للحكومة طبعا أن يكون رقم تنين في أي تحالف أو في أي وضعية معينة داخل تحالفات حزبية طبعا هو هل من الممكن أن يكون مثلا رقم تنين مع اللابيد اسمع أنا أقول لك شيء أقول شيء مع اللابيد لا لا لأنه اللابيد هو مش من الجسم الطبيعي لمبايد تاريخية هناك أنت عارف زي العائلات عندهم يعني بلش بالأحزاب يعني المباينيكي الذين من صلب زي الحزب الشيوعي في الوسطى العربي الحزب الجبهة يعني هناك من صلب الحزب فالأحزاب هو يعني جسم غريب مش من داخل الحزب ولكن هو من المعسكر من المركز يسارا ولكن باراك حسب رأي وهو صرح بأنه لن يقبل طبعا هو يريد أن يكون القائد الذي يقود هذه الحملة لا بس أنت فيه اتصالات مع باراك أنا أعرف أنا أقول لك توقعات هل يقبل أهد باراك أن يكون رقم تنين مع أفي قباي من صلب الحزب الذي كان ينتم إذا كان الظرف مؤاتيا وأهد باراك يرى بأن جاباي هو قادر على خلط تغيير فنعم بس إذا أفي قباي يكون على استعداد أن يكون رقم تنين عند عير لبيد فهل أهد باراك على استعداد أن يكون رقم تنين عند جاباي هذه أحد الأخطاء الاستراتيجية الصعبة لجاباي هو اعترف مسبقا أنه لا يصبح منافسة إذا صرح منذ البداية بأنه يمكن أن يكون نمرة اثنين للبيد فالجمهور توجه إلى لبيد إذن لماذا هذا المنافسة فهذه استراتيجية يعني ليس بس أنه غلطة مأساوية إله بنسبة إله وعلى هذا الأساس يعني اليوم لو سألتني عن إهد باراك إهد باراك لن يقوم بهذا الخطأ إهد باراك أذكى من أن يخطأ مثل هذا الخطأ هو جريء ولكن لن يقوم مثل هذا الخطأ هو يريد أن يشكل ائتلاف كبير من كل المعسكرات حتى إذا كان ممكن الحوار مع كحلون مستقبلا تعرف أنه كحلون لا يمكن أن يؤتلف مع جاباي جاباي كان من حزبه وتركه وخانه وإلى آخره لبيرمان لا يمكن أن يكون مع جاباي ولكن لبيرمان وكحلون ممكن أن يكون مع إهد باراك إهد باراك شخصية قيادية من الدرجة الأولى في البلاد وخلفيته العسكري والأمني للدولة هذا معروف لذلك الوضع يختلف إذا سألتني وضعه الجماهيري لباراك اليوم متدني طبعا حتى داخل حزب العمل حتى لو فكر بالعودة إلى حزب العمل هناك نفور من باراك ولكن ما يبعث الأمل عندي هو بأن هناك وقت كبير حتى الانتخابات التغيرات التي تحصل الآن لن تكون من ناحية الجمهور الإسرائيلي بصالح اليمين أكثر لأن اليوم اليمين مضغوط من قبل المتدينين الأصوليين الذين يجئوا بقوانين خانقة للشعب الإسرائيلي اليهودي كالموضوع السبت وموضوع أخرى والموضوع الديني الصعب الذي يريد أن يقيده الناس حسب أصولهم وعلى هذا الأساس كل هذه الأشياء قد تمث باليمين الذي كان يقوى بتاري 8 ولكن سيصار سأتي على السؤال الأخير ما الفرق بين براك أو غير براك وبين يمين نتني وفي السياسة بين الليكود وحزب العمل في السياسة وأنت قلت أنه الرئيس حزب العمل صرح هو يمين أكثر من الليكود يحاول أن يكون الليكودي أكثر من الليكود ولكن دعنا أقول كالتالي روليتا المنافسة داخل الأسكريين السابقين الألمنيين قيادات الجيش هي في تصاعد حاليا نجري الحديث عن جانس نجري الحديث عن نسكنازي نجري الحديث عن إعلون وزير الأمن السابق الحديث عن أهود براك ضمن هذه الصورة وأنت مرة أخرى أنا أعرف أنك في الصورة أنت كيف ترى الوضع بعد حوالي ستة أشهر شوف لا أستطيع أن أتنبأ كيف سيكون الوضع ولكن أستطيع أن أقول لك بأن الكثير من رجال القيادين الأمنيين الإسرائيليين يروا بأن مستقبل إسرائيل ظالم يعني أنا أحكي من خلال التحالفات التحالفات لا 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 في قسم يرى مستقبل الدولي عندهم يعني عندهم مرجعية أمنية وعندهم مسؤولية تجاه الدولي فيعني اليمين الإسرائيلي لا يريد أن يرى الفلسطينيين من متر لا يريد أن يرى أي حل للموضوع الفلسطيني وأغلب الشخصيات التي ذكرتها الأمنية تقول أنه عدم وجود أي حل مع الفلسطينيين هو أمر خطير لا غانس واحد منهم غانس واحد منهم ولكن أهود براك يختلف أهود براك يقول لا شريك فلسطيني قال هذا عندما كان قائد عامل الجيش يعني في الأواعد العسكرية في بدل العسكرية إهود براك لا بني جانس أنا يعني بعرفه شخصيا بعرف أفكاره ولهذا أنا أقول يعني مش كل شيء لعبي فيه هناك أفكار صريحة وتحت هذا الإطار يعني كل هاي الشخصيات القيادية العسكرية لابد أنه إذا التحمت سيكون لها تحمل يعني هل يمكن أن تأتلف مع بعضها طبعا في حزب واحد أو في تحالف واحد رغم واضح أن كل واحد عنده ما يسمى الإيجو أنا أرى هذا السيناريو وممكن برئاسة من لا لا أستطيع أن أقولي الآن ولكن كل هذه القياديين أوكي يمكن أن تتنازل عن الإيجو الشخصي لمصلحة تغيير الحكم في إسرائيل بس في اتصالات ما بينهم بدون شك يعني أهود براك جانس أشكنازي يعلون في اتصالات الدم العاطل بين أشكنازي وبراك هو يعني مشهور معروف المعركة الكبيرة اللي كانت عندما كان براك وزير الدفاع وكان قائد العام للجيش ولازالت هناك ولكن براك قال أنا حاضر أن أتحالف مع جاب الأشكنازي ومع الشخصية ولا يجد عندي أي مشكلة بشرط أن أتحالف لنتعاون لتغيير هذا النظام السيء لدولة إسرائيل لمستقبلها والاستقرار في الشرق الأوسط السؤال هل يمكن أن نرى الأربعة التي الذين ذكرناهم في منافسة وانتنيا وفي الانتخابات القادمة وفي أي تصور يعني كيف من الممكن أن يكون الاتفاق الاتفاق من حزب قائم أو تحالف يكون كما كنا كديمة ويأخذ من الأحزاب يأخذ من لبيد يأخذ من حزب العام لأنه واضح أنه حتى من استطلاعات الرأي الأخيرة من يعني أفلت أو من انسحب من حزب العام ذهب إلى لبيد لم يذهب إلى اللي كون إذا سألتني حسب خبرتي قبل اتخاذ أي قرار سترى هذه الشخصيات النتائج حسب استطلاعات رأي الجمهور الإسرائيلي كيف يستطيعون أن يستقطبوا بأي شكل هل بوجودهم بتحالف واحد هل بتحالفهم في أذرع مختلفة سياسية هل خلق إطار جديد يتحالف مع القائم كل هذه الأمور ستكون مطروحة لأنه انظر ما حصل مع شارون وتغيير الحلب السياسي مع حزب العمل والرجوع عن غزة وإلى آخره أصلاً أحد مؤسسي حزب العمل التاريخيين شمون بيريس انظر بشارون فأنت لا تستبعد بأن هؤلاء القياديون يقوموا بأي عمل بعيداً عن المطامع الشخصية بعيداً عن الإيجو مع أنه هذا موجود في السياسي ولا أحد يستطيع أن ينكره ولكن لا تستبعد حصول هذا الشيء نظراً أو بعد فحص عميق جداً للرأي العام الإسرائيلي وعندها يتخذ قرار قد يكون فيه تغيير واليوم هذا الموضوع ملح لأن الكثير منهم يرى باستمرار نتنياهو في الحكوم كموضوع ولكن السؤال السؤال ما الفارق في نهاية الأمر بين الأربع الذين ذكرناهم وبين نتنياهو يعني في نهاية الأمر نفس الخطوط العريضة هي نفس الخطوط العريضة يمكن بالأسلوب شوف إذا أنت بتسألني يعني من ناحية ضمرية أجوبك الفرق بأن الكل يتطلع إلى مصلحة دولة إسرائيل أولاً وآخراً ولكن هناك رؤية مختلفة الرؤية عند المثال خوض اليمين الاستيطان الإسرائيلي اليمين حزب بايت يهودي يرى بأن العرب ممكن أن يستطيعوا في دولة داخل إسرائيل أبارتهاي في شدة مشكلة لا يشتركوا انتخابات ويشتركوا يتمتع بكل الحقوق وخلص حتى الفلسطيني ولكن واليمين يعني يرى بأن الاستيطان يجب أن يبقى ولا مجال لإقامة دولة فلسطينية الفرق هو تاريخية عند اليسار الإسرائيلي مع المحافظة على إسرائيل وأمنها أمن أمن إسرائيل تختلف لا لا يعني عن الكتس هل في استعداد عن الكتس في اه في اختلاف يعني قنس قنس على استعداد مثلا إهود أولمرت رئيس الحكومة السابق وهذه حقيقة هو من المفاوضات هو من ذهب الأكثر بعدا بزرق قبل إهود براك قبل إهود براك إهود براك أعطى ياسر عرفات 97% من الأراضي بما فيه تغيير الأرض مبادلي اسمعني ما أحكي لك القضية الآن هي الرؤية كيف هني يروا أنه يجب أن يكون وضع في عندهم يعني من حيث المبدأ يقاتل من أذي المبدأ بأنه يجب أن تبقى إسرائيل دولة يهودية وليس دولة ثنائية الجنسية يعني عرب ويهون وعلى هذا الأساس من هذا المنطق عندهم يعني حاضرين نفسانيا وبكل المجالات إنهم يتنازلوا عن الكثير من الأمور زي القدس كانهم مجال تنافس عند الكثير منهم ولا سمعت أراؤهم وعلى هذا الأساس هذا الموضوع مطروح وهذا هو الفرق هذا هو الفرق ليس في يعني خلاص لدولتهم ومستقبل دولتهم وأمن دولتهم بل بالرؤية لحل سياسي يجب أن يكون بمفاوضات سؤال يبقى ما هو الحل السياسي وهل سيكون هذا سؤال صغير جدا هذا سؤال كبير وهل سيكون مكبولا على الطرف الآخر هذا هو السؤال هذا سؤال كبير السيد صالح تريف الوزير السابق من حزب العام الجزير اشتركوا لك على هذا اشتركوا في القناة